مرحبا بكم مرة أخرى على شاشة التلفزيون المصري وهذه التغطية الخاصة لثورة الثلاثين من يونيو ثورة الشعب وإرادة الشعب ينضم إلينا في السوديو الأستاذة منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي برحب حضرتك أهلا وسهلا بك خلينا نبدأ بالسؤال الأهم لماذا جاءت ثورة الثلاثين من يونيو يعني أعتقد أن هذه الثورة عكست حالة من الوعي داخل الشعب المصري هو لا شك أنه إحنا مرينا منذ العام 2011 بمراحل كثيرة ربما حالة الوعي هي التي أنتجت هذه الثورة للتمرد ولمحاولة التخلص من جماعة كانت تحرد على العنف أو مارست العنف بشكل كبير لديها مشكلة حقيقية مع الشعب المصري ولذلك حالة الجدل هل الثورة هي التي أنتجت الوعي أم أن الوعي هو الذي أنتج هذه الثورة المجيدة أعتقد أن الوعي هو الذي أنتج هذه الثورة أعتقد أن حالة الوعي الذي وصل إليها المصريون سوف تكون بمثابة صمام أمان ليس فقط في ذكرى ثورة مرت عليها الآن 11 عاما ولكن إذا حدثت لقدر الله أي مخاطر ربما في المستقبل سوف يقف هذا الشعب لمواجهة هذه المخاطر خاصة وأننا نتحدث عن تنظيمات متطرفة هي أجبه بالخلايا السرطانية التي قد تظهر في أي وقت هي تهدد ولها الأشكال المتعددة في عدد من الدول طبعا بكل أي مكانة المسميات بكل تأكيد خاصة ونحن نعيش الآن في حالة من التحولات سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي ربما ينتك حالة أيضا من الفوضى مستقبلا هذه الفوضى قد تنتك تنظيمات متطرفة بعضها قد يكون عابر للحدود والقارات تأتي إلينا داعش من الخارج أو حتى القاعدة أو تكون هناك تنظيمات محلية وإقليمية تهدد أيضا الأمن العربي أو الإقليمي أو حتى المحلية لكل مرحلة لها لعبين بكل تأكيد أنا في اعتقادي وفي تقديري ما حدث من حرب ماذا لت تدور رحاها الآن في شرق أوروبا وهنا أقصد الغازو الروسي لأوكرانيا سوف يؤثر بصورة كبيرة على وجود جماعات العنف والتنظيمات المتطرفة وأيضا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر سوف يكون لها أيضا إنعكاس على جماعات العنف وتطرف نحن نتحدث عن حروب وصراعات نشأت في العالم نحن نتحدث منذ عامين حرب ربما تتسع بصورة أكبر ولذلك أغلب التأرير الاستخباراتية قالت أنه منذ عامين وحتى هذه اللحظة نشأ ما يمكن أن نسميه بحركة جهادية في شرق أوروبا استغلت هذه الحركة الجهادية أو التنظيمات المتطرفة ما يجري الآن من حرب وصراع ما بين روسيا من جانب والصين طبعا وهذا ما حضر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من مرة بأن امتداد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة من تعصف إسرائيلي وممارسات وحشية تصل إلى حد الجرائم بالطبع يعني من ثم أن تهدد منطقة الشرق الأوسط وتمتد إلى البلدان الأخرى وتصل إلى القارة الأوروبية وغيرها من دول العالم بكل تأكيد الاستقرار سوف يتيح مناخ لمواجهة التنظيمات المتطرفة أما الحروب والصراعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي هو بيئة خصبة لنمو جماعات العنف والتطرف ما يحدث الآن في العالم وفي الإقليم يؤدي إلى عودة داعش من جديد يؤدي إلى تعزيز وجود حركة الإخوان المسلمين بكل مفرداتها ولذلك إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مواجهة الإرهاب وأنا أتشكك في هذا الأمر لأنها تقدم مصالحها السياسية عن مواجهة التحديات الكبرى مثل مواجهة التنظيمات المتطرفة إذا كانت جادة في ذلك فعليها أن تنهي هذه الحروب والصراعات أن تنسحب بصورة أو بأخرى من الحرب التي وضعت ربما بصمتها وماذا لتضع هذه البصمة فيها وهي الحرب الروسية في أوكرانيا وأيضا عليها أن تضغط على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الحرب وإيقافها من أجل هدف أهم وأسمى هو أن هذه الحروب والصراعات كما ذكرت هي تخلق بيئة لجماعات العنف والتطرف هي قضية لها العديد من الأطراف لكن خلينا نتكلم بشكل أكثر وضوح ثورة 30 من يونيو كشفت الوجه الحقيقي عن جماعة الإخوان الإرهابية وكشفت عن زيف المتجرب الدين التي مرستها هذه الجماعة كيف شكلت هذه المعركة وهذا الكشف الذي تم على يد الشعب المصري وبويعي من الشعب المصري أن يكون صمام أمان فيما هو قادم لأي محاولات لبس الشائعات لتضخيم الأزمات لبس السموم من خلال الأخبار المزيفة أو حتى الكتائب الإلكترونية التي تمارس عملها بشكل أو بأخر يعني أعتقد أن عظمة هذه الصورة أنها لم تواجه فقط تنظيم الإخوان أو أسقطت الإخوان من سدة الحكم أو من السلطة التي ربما تملكوها في هذا الوقت ولكن عظمة هذه الصورة أنها نجحت في تفكيك ما يمكن أن نسميه بالأفكار المؤسسة لهذا التنظيم ولذلك في اعتقادي وفي تقديري أن قوة الإخوان ليس في التنظيم وإنما في الأفكار التي كانت في وقت من الأوقات تبدو أنها جازبة لقطعات كبيرة من الناس يعني كثير من الناس ربما خدعوا بالإخوان ولذلك عندما جاءت الثورة لم تسقط الإخوان فقط وإنما فككت أفكار المؤسسة للإخوان لماذا؟ لأنه إذا سقط الإخوان في وقت من الأوقات وحكم الناس على فسادهم يستطيع الإخوان إعادة المحاولة مرة أخرى وقد ينجعون في ذلك الثورة فعلت ما هو أهم وأكبر من فكرة إسقاط الإخوان بأنها فككت الأفكار المؤسسة للإخوان فبات الإخوان الآن كجسج كبير ممتد ولكنه بلا حراك ولذلك الإخوان الآن لا يستطيعون هم حاولوا على مدار 11 عاماً أن يقدموا أنفسهم للناس مرة أخرى ولكن باتت الأفكار أفكار فاسدة أفكار لا تستطيع أن تدافع عن نفسها وانكشفت هذه الأفكار أمام الناس ولذلك أكرر أن هذه الثورة نجحت في تفكيك الأفكار المؤسسة للإخوان وهذا ما يترجمه الرئيس طرق الوقاية والتحصين إذن هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه وأن الدولة استطاعت على مدار 11 سنة استطاعت أن تحرك كل المؤسسات وكل الوضارات وكل الجهات المعنية لاستمرار حالة التفكك بمعنى أن تكون المؤسسة الدينية أن تقوم المؤسسة الدينية بدورها في تفكيك هذه الأفكار في تقديم البديل في إظهار صورة الدين الحقيقي في تجديد ما يمكن أن نسميه بالفكر الديني هذا فيما يتعلق بالمؤسسة الدينية المؤسسة الثقافية والإعلام لا بد أن يقوم بدور وقد قام بدور كبير فيما يتعلق بتجديد الخطاب الثقافي للفنون والثقافة دور في تفكيك الأفكار المتطرفة وفي الكشف عن زيف هذه الأفكار وفي تقديم البديل لماذا؟ لأن غالبا التنظيمات المتطرفة سواء الإخوان وغيرها عندما تتوغل داخل المجتمعات وتحاول أن تجند أفراضا أو شبابا أو حتى أطفال صغار دائما تلعب على فكرة الفراغ الفكري أما وأن هناك مؤسسات قامت بدورها وهذا هو نتاج هذه الصورة المجيدة أما وأن هذه المؤسسات قامت بدورها فهذا أدى إلى تفكيك الأفكار المؤسسة لهذه التنظيمات وهذا ما طرح في السؤال فكرة أن ذلك كان بمثابة صمام أمان والإخوان الآن لا يستطيعون أن يعودوا الإخوان وغير الإخوان لأننا نتحدث عن مجتمع لديه درجة من الوعي بمخططات هذه التنظيمات ويستطيع أن يرد على كل ما تطرحه هذه التنظيمات سواء كان شائعات أو حتى خطاب ديني متطرف ورؤى ربما تحد على الكراهية ولذلك إذا كانت مؤسسات الدولة بالفعل واجهت هذه التنظيمات في العام 2013 وفي المقدمة أيضا الشعب المصري فالشعب المصري هو يواجه هذه التنظيمات في كل وقت وفي كل حين وفي كل المؤسسات أصبح حتى رجل الشارع العادي يستطيع الرد بمفرده عن محاولات سواء الاستقطاب أو بس أخبار مغلوطة يعني إلى حد كبير أصبحت معركة الوعي داخل الشعب المصري هي تصل إلى مناسب مقبولة لكنها تحتاج إلى المزيد حتى لا يستغل البعض هذه الأوضاع بكل تأكيد ولذلك أدركت السلطة التي أنتجتها ثورة 30 يونيو أن المواجهة لا بد أن تكون موجهة للأفكار المؤسسة لهذه التنظيمات وليس مواجهة التنظيمات أنا أستطيع أن أواجه هذه التنظيمات وأن أفككها ولكن إذا بقيت الفكرة فالفكرة يمكن أن تكبر ويمكن أن يقوم التنظيم بإنتاج نفسه مرة أخرى ولذلك هذه الثورة نجحت بوعي المصريين ونجحت السلطة في خلق حالة من الوعي وتعزيز هذا الوعي لدى المواطن العادي وذلك أنت تستطيع أن تسمعي عبارات على لسان طفل صغير أو شاب أو حتى رجل عجوز أو بمواطن عادي في الشارع أنه يستطيع أن يواجه هذه التنظيمات المتطرفة التنظيمات المتطرفة بعد العام 2013 راح تنشأت منصات إعلامية كثيرة وكبيرة في دول كانت معادية وبعضها مذالة معادية للدولة المصرية هذا الخطاب المتطرف لم يستطع به هؤلاء أن يؤثروا على أي حد داخل المجتمع المصري لماذا؟ لأنني لم أتعامل بفكرة الحجب بقدر من أنني تعاملت بفكرة الوعي كلما ذات الوعي لدى لكن فكرة الاترابات أو التوترات التي تحيط بالعالم والكثير من دوله وأيضا منها على الحدود المصرية بالطبع وتمس الأمن القوم المصري بشكل أو بآخر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهج نهجا واضحا في مشاركة الشعب المصري في هذه القضايا حتى لو كانت قضايا خارجية لكنها تمسه بشكل مباشر منها القضية الفلسطينية بالطبع الأشقاء الفلسطينيين السودان والحدود الجنوبية والأزمة التي يعاني منها الأخوة السودانيون وأيضا فتح للأشقاء من كافة الدول العربية التي يعانون من عدم استقرار في دولهم أن يقيموا في الأراضي المصرية بشكل رسمي كل هذه الأمور كيف سهمت في أن ترسم خريطة واضحة سواء للتهديدات والتحديات التي تحدق بالشعب المصري أو حتى في المشاركة بالحل وتفهم الأوضاع المختلفة نعم يعني أعتقد ما تعرضت إليه مصر في العام 2011 وما بعده وتحديدا في العام 2012 إلى ما قبل قيام ثورة 30 يونيو وهي تحديات كبيرة وكثيرة ونجح الشعب المصري ونجح أيضا الجيش المصري في مواجهة كل هذه التحديات وفي مقدمة هذه التحديات وجود جماعات العنف والتطرف التي كانت تهدد أمن مصر الداخلي هذه التحديات في اعتقادي وفي تقديلي ما زالت موجودة حتى هذه اللعظة ولكن في صورة وفي شكل آخر من خلال حروب وصرعات ربما تهدد حدودنا سواء كنا نتحدث عن الوضع المضطرف في الداخل الليبي ونحن تجمعنا حدود مع ليبيا تصل إلى قرابة 1600 كيلو متر أو حتى الحرب الإسرائيلية وهذا هو إرهاب صهيوني سوف يؤدي على المدى القريب أو البعيد إلى نشاط متزايد لجماعات العنف والتطرف هنا نقص الجماعات العنف والتطرف وليست حركات المقاومة حركات المقاومة كانت ومدالت تدافع عن أرضها وأعتقد أن مصر كانت وما زالت وسوف تظل داعمة للشعب الفلسطيني وللحق الفلسطيني ونحن لسنا لدينا مشكلة حقيقية مع حركات المقاومة ولكن نتحدث على أن استمرار هذه الحرب سوف يعزز وجود جماعات العنف والتطرف ولذلك نحن نقول لإسرائيل أن استمرار هذه الحرب ودعم الولايات المتحدة لك سوف يعزز وجود جماعات العنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط هذه الحرب الإسرائيلية وكما ذكرنا من قبل أيضا الحرب الروسية في أوكرانيا مع حروب أخرى نشبت في الإقليم مثل ما يجري الآن في السودان وأعتقد أن السودان كانت في وقت من الأوقات ملاذا آمنة لجماعات العنف والتطرف حالة الإطراب والسيولة الموجودة في الداخل السوداني هي تعزز أيضا وجود جماعات العنف والتطرف ولذلك أعتقد أن الدولة أيضا تواجه ما كانت تواجهه في العام 2012 وهو فكرة تنامي تنظمات العنف والتطرف في المنطقة ولذلك التحديات التي واجهتها قبل 11 عاما ماذا لا تواجهها الدولة الآن ولكن تواجهها بمزيد من الوعي لدى المواطن المصري وحضريك بتقولي فعلا أن الرئيس دائما يشارك الشعب المصري في مواجهة هذه التحديات لأن السلطة السياسية لا تستطيع أن تواجه بدون الشعب المسؤولية المشتركة نعم عندما حدث التحام ما بين السلطة في العام 2013 السياسية أو ما بين الجيش المصري وهو القلب النابض لهذا الوطن وما بين الشعب المصري كان نتاج ذلك هو مواجهة قوية ومؤثرة وفاعلة لتنظيم لم يترك السلطة ولن يترك السلطة إلا بالدماء هدد بذلك وكان أيضا يريد أن يفعل هذا الأمر بل كان يقول في مفردات كثيرة في تصرحات كثيرة خرجت على لسان قياداته أننا لن نترك هذه السلطة على مدار أربع قرون قادمة ولكن عندما حدث هذا الالتحام كانت المواجهة وكانت قوية أعتقد أن هذا الالتحام مذال موجودا ومذال حاضرا وبالتالي هذه التحديات التي تحدثنا عنها التي تتعلق بالحروب والصراعات والتي ربما تنتج جماعات وتنظيمات متطرفة لن تكون أقل خطورة من الإخوان أعتقد أن الدولة قادرة والسلطة السياسية قادرة عن مواجهتها ولا مجل المزايدة على المواقف المصرية فيما يخص الأشقاء العرب أو الأمن القومي العربي الذي يمثل خطوطا حمراء إذا ما تم المساز به أعتقد أن الدولة كانت تسبق بخطوطين في مواجهة هذه التحديات وبالوقوف أمام الأشقاء العرب سواء إذا كنا نتحدث عن ما حدث في سوريا كانت رؤية الدولة رؤية ناضجة وعلى درجة كبيرة من الوعي ما حدث في ليبيا كان الموقف المصري وموقف السلطة السياسية في مصر كان موقفا مؤيدا وداعما للاستقرار في ليبيا وما حدث في كل الدولتين حدث في السودان وأعتقد أن مصر كان موقفا قويا أيضا فيما يتعلق به الحرب الإسرائيلية كان موقفا قويا يحافظ على الأمن القومي المصري وكان موقفا بعيد في رؤيته فيما يتعلق به ضرورة الوقوف أمام إسرائيل وأننا كنا وما ذننا وسوف نظل الدولة الأهم والأكبر والتي تدرك ما يدور داخل العقل الإسرائيلي ولديها من الحكمة والإرادة والقوة التي تستطيع من خلالها دعم أشقائنا الفلسطينيين ومواجهة الموقف الإسرائيلية نعود مرة أخرى لتذكر المواقف التي خرجت في ثورة 30 من يونيو الشعب المصري ملأ المادين والشوارع المختلفة الصورة كانت خير شاهد عن إرادة الشعب المصري وفي قول كلمة لا لجماعة إرهابية لكن أيضا كيف مسل هذا الشعب فيما هو قادم كيف مسلت الفئات المختلفة داخل الشعب المصري المرأة الشباب ذوي الهمم تمكين الذي تحدثنا به من خلال الوظائف المختلفة ونواب داخل المجلس مجلس النواب المصري وتمثيل الشباب بداخله وأيضا كيف تحركت المبادرات الرئاسية في الصحة في التعليم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وكانت هي أبرز المطالب التي خرجت بها ثورة 25 يناير وصححت المصار في 30 من يونيو نعم يعني الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو والشعب المصري أعتقد هو الذي أدار هذه الدولة ربما على مدار السنوات الماضية سواء في تمكين المرأة كما ذكرتي أو حتى المبادرات الرئاسية ووجود الشباب على رأس السلطة أو المشاركة ربما في وزارات كثيرة وأيضا نواب لمحافظين كثر وفكرة وجود بدائل أو وجود شخصيات وكوادر سياسية تستطيع أن تستنهد هذا الوطن أو أن تساعد بصورة أو بأخرى بالرأي وبالقرار ويعني قد يكون هذا سبب في عظمة هذه الثورة التي حافظت السلطة على قوتها بمشاركة قطاعات الشباب وأيضا المرأة والمواطن العادي وأعتقد ما تم إنجاذه منذ 30 يونيو وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن جمهورية جديدة على مستوات كثيرة وعلى أبعاد مختلفة وأعتقد أن مرحلة الحصاد لهذه الجمهورية يشاهده المصريون الآن سواء في طرق ومواصلات أو حتى هذه الخطة الطموحة التي طرحتها الدولة وقامت بتنفيذها من خلال التأمين الصحي الشامل فضلا عن مشاريع أخرى 100 مليون صحة الأمراض غير اللسارية صحة المرأة صحة الطفل وأيضا الكشف عن الأمراض في المدارس المختلفة بالنسبة للأطفال والقضاء على فيروسي كان من ضمن الأساسيات في المبادرة الصحة وإضاف لهذا وذلك حياة كريمة هذا المشروع العملاق الضخم الذي سوف يستفيد منه الملايين من المصريين ولذلك السلطة دائما تنظر بعينها إلى المهمشين إلى الذين يعيشون على هامش هذه الحياة تقدم لهم حياة كريمة ولذلك حتى اختيار هذا الاسم وكانت البداية لتوفير هذه الحياة الكريمة لأنها كانت القنبلة الموقوطة وأيضا ربما بوادر لأعمال العنف والخلل الاجتماعي هي القضاء على العشوائيات والأماكن الخطرة نعم ولذلك أنت تقيمي وطن جديد تنشئ جمهورية جديدة هذه الجمهورية لن يكون فيها صوت لأي جماعات متطرفة أنت تواجه التنظيمات المتطرفة من الثغرة التي تحاول من خلال هذه التنظيمات أن تصل إلى الناس لك أن تتخيل أن هذا التنظيم المتطرف وغيره من التنظيمات المتطرفة كانت تصل إلى الناس من خلال ربما المال من خلال رعاية بعض استغلال العوز العوز وبعض الأسر والمطلقات والأرامل والاحتياج عندما جاءت الدولة أرادت الدولة أن تكون حيثما أرادت هذه التنظيمات أن تصل إلى الناس ففجأتي بأن تصرف أموال للفقراء والمحتاجين بشكل يحفظ لهم كراماتهم تفاجأ بمشروع ضخم مثل حياة كريمة فأغلقت الباب التي كانت تقوم هذه التنظيمات من خلاله إلى الوصول للناس ومن ثم تغيير قناعات هؤلاء الناس عبر فتاة وكلام ليس له علاقة بالإسلام ولذلك أنت تفاجأي بأن هذه التنظيمات محصورة لا يد لها لا تستطيع أن تصل إلى الناس ولا أن تؤثر على هؤلاء الناس ولذلك هذه التنظيمات عندما تحاول أن تسمعي رأي الناس فيهم بعد 11 عام تدركي أن هؤلاء بات تأثيرهم على الناس ضعيف بل منعدم وباتت الدولة حاضرة لدى الناس لدى الناس في كل شيء ولذلك هذه التنظيمات باتت الآن أضعف ما يكون في أضعف حالاتها وأعتقد أن دور المؤسسات المعنية مثل المؤسسة الدينية والثقافية والتعليمية باتت الآن ربما يعني نستطيع أن نقول هي تفكك بقية الأفكار المؤسسة الباقية من هذه التنظيمات ولذلك هذه التنظيمات باتت الآن سيدة الكريمة سطر في كتب التاريخ وسوف نتحدث عنها في وقت من الأوقات في المستقبل كفرقة ضالة كما كنا نتحدث عن الخوارج على سبيل المثال لا وجود حقيقي لهم على أرض الواقع لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى الأفكار كيف مسلت المؤسسة العسكرية درعا واقيا للشعب المصري سواء في حالات السلم أو في حالات الحرب وامتدت إلى عمليات التنمية نعم يعني عندما حدثت ثورة 2011 ثم وصلت هذه التنظيمات إلى سدة الحكم وهددت الشعب المصري يعني بنار كبيرة وأرهبت هذا الشعب واصلوا بصورة أو بأخرى إلى سدة الحكم كان هناك يعني العقل أو القلب النابض لهذا الوطن كان وما داله وسوف يظل الجيش المصري ولذلك هو تقدم بخطوات ثابتة من أجل أن يحافظ على الأمن القومي ضد ما يمكن أن نسميه بالمحتل الداخلي بهؤلاء الذين حاولوا احتلال الأرض وترهيب المواطن المصري وعمل ما يمكن أن نسميه بالحرب الأهلية نحن كنا على شفة حرب أهلية حقيقية ولذلك واقف الجيش المصري واقف مدافعا عن الوطن الأرض ومدافعا عن المواطن حتى قامت ثورة 30 يونيو ثم عاد الجيش المصري إلى ما كان عليه وبدأ الشعب المصري يعني مع سلطته السياسية التي نشأت من رحم هذه الثورة في قيادة هذا الوطن كان وماذال الجيش المصري يدعم هذه الثورة يدعم الروح والإرادة لدى الشعب المصري لمواجهة هذه المخاطر يعني إحنا بنشوف لقدر الله لما الإنسان بيصاب بأي فيروس تتحرك ربما يعني جهاز المناع القوي لدى الإنسان لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات أو حتى فيروسات هذا ما حدث تماما من قبل الجيش المصري هذا فيما يتعلق به هؤلاء المحتلون أو الذين أرادوا استعمار الوطن وتخريبه من الداخل أما فيما يتعلق بمواجهة المحتل الخارجي أو المستعمر الخارجي وكلاهما لا يفترق عن بعض بل الأفكار والرؤى والأهداف مشتركة ما بين هؤلاء التخريبيين في الداخل أو ما بين هؤلاء الذين يريدون أيضا تخريب الوطن وعمليات التخابر التي تمت مع الخارج فيما هو سابق من الجماعة الإرهابية واستباحة الحدود واستباحة دماء الجنود المصريين بالطبع لكن أيضا عندما نتحدث عن الشعب المصري نتحدث عن التحمل وقوة هذا التحمل سيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في كل محفل يوجه التحية للشعب المصري ويدرك تماما بأنه يتحمل الكثير من التحديات وربما تصل إلى أزمات لكنه يعول على هذا الوعي والوحدة الوطنية واللحمة الوطنية للشعب المصري كصمام للأمان الوعي هو الذي أنتج ثورة 30 يونيو والوعي هو الذي يستطيع من خلال هذا الشعب أن يبني جمهورياته الجديدة أو أن يواجه التحديات التي ما ذالت موجودة والتي واجهها في العام 2013 في العام 2013 كان فيه تحدي كبير كان فيه مخربون أرادوا إسقاط هذا الوطن بعد 2013 حدثت بعض الحروب والصراعات وبعض الأذمات التي لم يكن للوطن بد من مواجهتها يعني لما نيجي لأي أزمة كورونا يعني حاجة جبرية ظرف صحي عالمي ترك أثرا على دول كثيرة عندما تفاجئ بحروب والصراعات ضربت الشرق والغرب وكنت جزءا منها لك أن تتخيلي ما يحدث الآن في فلسطين وهذا أثر بصورة كبيرة على موارق قناة السويس وأنت لست طرفا في هذه الحرب ولا في هذا الصراع بل أنت تسعي إلى إطفاء وإسكاة المدافع وأصوات الرصاصات وأزيز الطائرات كل هذا ترك أثار سواء على الاقتصاد المصري أو على فكرة بناء الجمهورية الجديدة أنت جزء من عالم كبير وجزء من إقليم يواجه هذه التحديات ولذلك هذه المواجهة الكبيرة وهذا الوعي الذي كان موجودا لدى الشعب المصري في العام 2013 لابد أن يعزز لأن التحديات مدالت موجودة والطريق مدالة طويل من أجل بناء جمهورية حقيقية للشعب المصري نحن قطعنا شوطا كبيرا ونحن نرى ذلك ونلمسه بأنفسنا وبأعيننا ولكن هذا يستذب أن يتحصن الشعب المصري بهذا الوعي من أجل مواجهة هذه التحديات التي يحاول من خلالها هؤلاء المخربون في الوقت الذي ترات في القيادة السياسية البيت الداخلي أيضا هناك نوع من السياسة الخارجية التي ترسم بشكل متوازن مع كافة الأطراف والقوى الإقليمية المختلفة كيف تشكل مصر في قلب إفريقيا أيضا صمام أمان بامتداد يد التنمية إلى إفريقيا بتحصين الدولة المصرية اللي يأتي ماكن التوتر أو الجماعات المتطرفة التي تشغل بعض الدول الإفريقية أو تصير الاضطرابات بداخلها أن تنتقل إلى الداخل المصري وأيضا في الحدود الشرقية والحدود الغربية نعم مصر دولة قوية ودبلوماسياتها يعني دبلوماسية عريقة ولذلك لديها رؤية كبيرة وقوية سواء على مستوى التنمية داخليا وعلى المستوى السياسي ولذلك الدولة حاضرة بصورة كبيرة ربما في كل التفاعلات وموجودة في قلب القارة الإفريقية لأنها تدرك أن هذه القارة دول كثيرة تضع عينها عليها سواء وبها سرعاته وتجاذب بين قوى إقليمية مختلفة وللمناسبة هذه الحروب والسرعات أثرت على جماعات العنف والتطرف الموجودة بصورة كبيرة بداخلها لك أن تتخيل أن ما حدث في مالي والنيجر وبركينا فاسو أثر بصورة إيجابية على جماعات العنف والتطرف الموجودة في الثلاث عواصم الإفريقية ولذلك القوات الفرنسية خرجت من هذه العواصم الإفريقية وأيضا القوات الأمريكية خرجت فهذا أعطى قوة للحركة المتطرفة المسمى بحركة الشباب الصومالية في الصومال وفي مالي والنيجر وبوركينا فاسو إذن هذه القارة أسميها المنكوبة بجماعات العنف والتطرف هي تحتاج إلى دعم كبير سواء على مستوى التنمية وهذا ما تفعله مصر مع هذه القارة وعلى المستوى السياسي لأنك تريدين أنظمة سياسية مستقرة في إفريقيا تكون قادرة على مواجهة الجماعات المتطرفة القوية والكبيرة أيضا داخل هذه القارة ومصر أيضا تفعل هذا بصورة كبيرة وعبر وسائل سياسية ودبلوماسية وتنسيق أمني واستقباراتي أيضا مع العواصم الإفريقية حتى على مستوى القوى النعيمة مصر تسير في نفس الاتجاه بشكل متوازن نعم لأن مصر تدرك وهذا أيضا من عبقرية هذه الصورة أن عندما واجهت جماعة الإخوان المسلمين وبعض التنظمات المتطرفة لم تواجهها من منطلق أن هؤلاء يهددون الأمن القومي المصري وفقط وإنما مصر أدركت أن خطر هؤلاء هو خطر على الأمن القومي المصري وخطر على ما يمكن أن نسميه بالأمن القومي العالمي والإنساني ولذلك مصر واجهت هذه الأزرع والامتدادات بكل تأكيد ولذلك هذه الدولة وهذه السلطة وهذا الجيش عندما واجه هذا التنظيم واجهه على الأراضي المصرية وخارج الأراضي المصرية هذه المواجهة سيدتي الكريمة أيضا امتدت إلى إفريقيا على اعتبار أن إفريقيا للأسف الشديد كانت ومدالت بيئة خصبة وملاذا آمن لجماعات العنف وتطرف لك أن تتخيل سوماليا لاند وهي دولة إفريقية هذه الدولة الإفريقية خرجت إليها مجموعات كبيرة من الإخوان وأقاموا استثمارات هناك وهؤلاء يحرضون ضد الدولة المصرية من خلال هذه الأموال التي خرجوا بها ومن خلال هذا الوجود الذي بات قويا في هذه العاصمة الإفريقية ولذلك هنا الدولة تواجه هذه التنظيمات على أراضيها وتقدم دعما لكل العواصم الإفريقية من أجل مواجهة هذه التنظيمات في هذه العواصم الإفريقية سواء في سوماليا لاند أو في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو أو كل العواصم الإفريقية ما يسمى بدول الساحل والصحراء التي تتواجد فيها هذه التنظيمات بصورة كبيرة نعم لن نستطيع التحدث عن 30 يونيو دون أن نتحدث عن الأمن في الشراء المصري قوات الأمن الكبيرة التي تقوم بها لاستدباب الأمن في الشعب المصري وتقديم الخدمات المختلفة للشعب المصري وكان حاضرا أيضا وبقوة الكثير من المحطات التي لم يكن الشعب المصري بمنأة عن ما يحدث من حوادث سواء كانت فردية أو بعض عدم الأمان عندما كنا ننزل إلى الشوارع في فترة ما مر بها الدولة المصرية أو مرد بها دولة المصرية نعم هذه الثورة قامت لأن الأمن اختفى سواء الأمن الاجتماعي أو الأمن الجنائي اللي كان بيحصل له حاجة في 2012 على مدار 2012 يعني لو عربيته تسرقت وهذا ما كان يحدث بصورة كبيرة بالأسف ما كانش بيعرف يصل إلى الجناء حصلت له أي مشكلة لها علاقة بفكرة الأمن للأسف ما كانش بيقدر يصل إلى الجناء ولا كنت بتقدري تؤمني نفسك بشكل كبير سواء الأمن الجنائي على المستوى الداخلي أو حتى أمن الدولة فيما يتعلق بالمخاطر التي كانت تتهددنا من الخارج وأعتقد أن هذه المخاطر كانت كثيرة وكبيرة ولو أن هؤلاء استمروا لقدر الله أكثر من عام لحدث استهداف الكنائس العمليات الإرهابية التي كانت تحدث وأعتقد أن هناك دول أخرى ربما كانت تتكالب على الدولة ولذلك المواجهة كانت مواجهة حتمية وواجبة ولا يمكن الشعب المصري أن يتأخر التأخر لحظة أو ساعة ربما كان يؤثر على وجود الدولة نفسها ولذلك نحن جانينا ما حدث على مدار عام كامل ووجود هؤلاء على رأس السلطة نحن جانينا ذلك للأسف شديد لسنوات وكانت أول من استهدفتهم هذه الجماعة الإرهابية لخلق حالة من عدم الاستقرار بالطبع داخل الشرع المصري يعني بعض ما فعله هؤلاء قد يكون بجهل هؤلاء ليسوا دعاة دولة ولا يدركون مفهوم الدولة وكانوا يديرون الدولة وكأنهم يديرون مركز شباب صغير ولذلك لم تكن لديهم خبرة وكانت لديهم نوايا سيئة فيما تتعلق بأننا سوف ندير هذا الوطن ونحن وصلنا إلى سدة الحكم ولن نترك هذا الحكم ولا يأخذ ولأ للمرشد وللجماعة وليس للمصلحة وللأسف شديد وهذا تنافى مع مفهوم الدولة ومع المفهوم السياسي لإدارة أي دولة في أي منطقة في العالم ولذلك هم أجبى كانوا يديرون الدولة وكأنهم كانوا يديرون تنظيم ولذلك هذا كان يؤثر على أمن الدولة الداخلية ولذلك الخطر الذي استشعره المصريون أعتقد استشعرته كل أنظمة الحكم أو الأنظمة السياسية في المنطقة العربية بأكملها ما كان يفعله الإخوان كانت بمثابة كارثة جرثومة هذه الجرثومة كانت تحاول أن تستحوز على الجسد فتقضي عليه تماما هؤلاء كانوا يريدون أن يقضوا على مصر كانت لديهم مخطط هذا المخطط هدفه الأساسي هو السيطرة على مصر خلق جماعة وتنظيم من دولة كبيرة مثل مصر ثم ينهضون من هذه الدولة إلى دولة أخرى ويصبح هذا العالم عالم يعني فوضوي ماذا عن الجسد الآن بعد أن تم إضعاف الرؤوس بشكل واضح للجماعة الإرهاية يعني تعافى الجسد بصورة كبيرة نحن نتحدث عن دولة كبيرة تسمى مصر هذه الدولة هي بمثابة ملاذ تعافى جسد الدولة المصرية لكن ماذا عن جسد الجماعة الإرهابية عندما تم إضعاف الرؤوس وتمت مقادتهم من خلال محاكم وأحكام قضائية وقعت عليهم من عبقرية هذه الثورة أيضا أنها نجحت في تفكيك التنظيم نحن الآن لا نتحدث عن تنظيم واحد نحن نتحدث عن تنظيمات عندما نتحدث لا نقول الجماعة وإنما الجماعات أنت تتحدثين الآن عن قرابة أربع أصناف من الإخوان أنت تتحدثين عن جماعة تسمى جماعة الإخوان يتولها ما يسمى بالقائم بأعمال المرشد اسمه محمود حسين قاعد في تركيا وتتحدثين عن جماعة أخرى أطلقت على نفسها جماعة الإخوان المسلمين يتولى أمرها ما يسمى بصلاح عبد الحق وكل واحد ليه مكتب إرشاد وتتحدثين عن جماعة ثالثة وهم بقايا ما يسمى بحركة سواعد مصر حسم هؤلاء المتطرفون الذين مارسوا إرهابا في مصر وبعضهم يتواجد في دولة ثالثة هؤلاء ما يسمون بالمؤتمر العام وهؤلاء فصيل ثالث وهناك فصيل رابع أن هناك مجموعات من الإخوان وهي الخلايا الخاملة أو غير النشطة قرروا عدم الانضمام للتلق جماعات دول ولذلك أنت تتحدثين الآن كما ذكرت بعبارتي عن جسد طويل وكبير وممتد ولكنه بلا حراك هذا ما يسمى بتفكيك خلايا التنظيم أصبحت خلايا التنظيم الآن في مرحلة المواد وأصبح هذا الجسد الممتد على أجهزة التنفس الصناعي نحن نتحدث عن سنوات قليلة وسوف يصبح الإخوان كما ذكرت عبارة عن سطر في كتب التاريخ وسوف نتحدث عنهم كما نتحدث عن الخوارج أو بعض الفرق الضالة التي باتت الآن مجرد سيرة في بعض الكتب الدينية التي تتحدث عن مجموعات وتنظيمات دينية ظهرت في وقت سابق في التاريخ الإسلامي نعم تصحيح المصار هو الشكل الأمثل أو العنوان الأمثل لثورة أسلسين من يومه ما تتوقع في المستقبل وكيف نبني على هذه المكتسبات التي وصلنا إليها يعني أعتقد أن الدولة وضعت شعار ورئيس وضع شعار الجمهورية الجديدة نحن نتحدث عن جمهورية جديدة نتحدث عن وطن يبدو مختلف في أفكاره في اقتصاده في قوته الناعمة وفي أجهزته التنفيذية ولذلك عندما نظرت تأمل للشكل السياسي الدولة الآن نجحت على مدار عشر السنوات ويزيد في تخليق مجموعات سياسية هذه المجموعات السياسية موجودة تؤذر الدولة تشارك في السلطة موجودين نواب لمحافظين ووزراء وأيضا هناك مجموعات أخرى ربما تخرج إلى النور في المستقبل ولذلك هذا البناء السياسي هو يفيد الدولة بصورة كبيرة هؤلاء هم قوة فاعلة داخل الدولة هذا فيما يتعلق به المستوى السياسي وعلى مستويات أخرى الدولة تفعل هذا الأمر ولذلك أنت تفاجأي بأنك تتحدثين عن جمهورية جديدة فكرة هذه الجمهورية التي حدث فيها اختناق شديد وطرق بسيطة وعشوائيات منتشرة في أماكن كثيرة أنت تتحدثين عن وطن الآن يعني إنجاز التعبير تم تسليك شرائينه وأعطي ماء الحياة أنت الآن تتحركين بسيارتك في بعض الطرق بتوهي بتوهي من كسرة وجود هذه الطرق ومن اتساعها وهو جزء من البنية التحتية التي كانت تحتاج إليه مصر بصورة كبيرة أنت لن تستطيعي أن تجذب استثمارا للوطن بدون هذه البنية التحتية أنت وصلتي إلى مرحلة أنت مش عارفة تعيشي في كردون صغير بطرق ضيقة وببنايات عشوائية فكان لذاما على الدولة أن تقوم بهذا الدور في البنية التحتية تفريغ التكادس نعم وموضوع السياحة هتعمل السياحة إزاي وهتدخلي عملة إزاي وانت عندك طرق يعني كان يقال تنظرا قبل العام 2013 لما كنت تتحركي سي من وسط البلد لأكتوبر تعودي ساعة ونص وكأنك انت لو عاوز تروحي دولة عربية وخليجية جنبنا بالطيارة توصليها قبل ما توصلي أكتوبر دلوقتي انت تستطيع في دقائق قليلة تتحرك من شرق البلد لغربها كان فيه ضرورات وفيه رسم للأولويات هنختتم بهذه الأولويات وكيف تصاغ الأجندة لما هو قادم في الجمهورية يعني أعتقد أن الجمهورية الجديدة نحن ما زالت الدولة تسير في هذا الطريق وهي حتما سوف تصل إلى بناء حقيقي لهذه الجمهورية على مستويات مختلفة سواء على مستوى البناء السياسي للدولة وأعتقد أن الدولة قطعت شوطا في هذا الأمر وعلى المستوى الاقتصادي وأعتقد أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية هذه البنية التحتية سوف يكون لها أثر وانعكاس على الوضع الاقتصادي وعلى الاستثمار ربما خلال المرحلة القادمة وأعتقد أن المصريون سوف يجهدون ذلك والأساس في القضاء على الفساد والقنوات التي كانت مفتوحة نعم والقضاء وأيضا فكرة الأفكار لأموال تصرف في غير محلها نعم وفكرة الأفكار وما استطاعت الجمهورية أن تمنيه لدى هذا الوطن الثقافة والفنون في غاية الأمية والتعليم ومعهم المؤسسة الدينية التي كانت ومدالت لا بد أن تكون قوية لمواجهة أي أفكار فاسلة ما فعلته الدولة على هذه المستويات هو قاطرة نجاح وسوف يؤدي إلى بناء جمهورية حقيقية يشعر بها المصريين دعنا نتحدث بها لأنها أسلحة للتحصين للشعب المصري والدفاع عن نفسه وإرادته أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ مونير أديب البحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي شكرا لك